الإحصائية تقول أن أكثر من 90% بمن يشاهدون فيديوهاتنا بشكل مستمر ليسوا بمشتركين في القناة نرجو دعمكم من خلال تسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة نبدأ حصادنا من ملعب نيسون منضيلا ببراقي تقني شركة ميديا برو متواجدون بعين المكان لتركيب تجهيزات لازمة رفقة ممثلين عن التلفزيون العمومية وقد بشروا بالفعل عملية تركيب كوابيل الكاميرا العنكبوتية في سياق ذي سيلا يتوجد بالجزائر خبير ومستشار بريطاني لدى شركة ناترالغراس مختص في العشب الطبيعي للملعب وسيمكث هنا طوال مدة الشان لسيانة أرضية الملعب التي أنجزتها الشركة بالدويرة يبدو أن المدرجة الأوسط سيحمل شعار نادي ملودية الجزائر لذلك لم ترك فيه الكراسي لحد اللحظة رغم قرب الانتهاء من تركيبها على مستوى كفة مدارج الطابق العلوية ملعب خمسة جوليا استضاف مباراة ودية تحضيرية بين غانا والمزنبيق استعدادا لبطولة الشان الملعب يبدو رائعا وكان بالإمكان الاعتماد عليه في هذه الدورة التي ستكون الأولى من نوعها في تاريخ المسابقة القارية بأفريقيا التي تستعمل تقنية الفار في كامل مراحل الدورة من بدايتها لنهايتها ختم حصادنا بصور جميلة ورائعة لملابت زيوزو الجديد نلقاكم في حصادنا المقبل إلى ذلكم الحين لا تنسوا دعمي من خلال تسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة اشتركوا في القناة